يعني التقييم المنصف للأحداث الآن في العراق أن أمريكا هي التي أوصلت العراق إلى هذا المستوى من الانحدار ومن الهيار المالي والاقتصادي والسياسي وتركته على حافة وقارئة الطريق وهي التي تقول أنه أنا أرعى المشروع الديمقراطي الآن ما الذي قدمته أمريكا للعراق في بلد اليوم صارت نسبة الذين يعيشون به تحت خط الفقر 56% وهي دولة عظمى تمتلك إمكانيات مالية وتمتلك إمكانيات عسكرية وتمتلك إمكانيات سياسية واقتصادية وتركت هذا البلد يضيع في مهب الريح يا سيد الكريم رح كون واضح كثير بتقييمي للأمر نعم وأتمنى أن لا يعني ينزعج أحد من توصيفي لهذه الأمور نعم أولا بعد حقبة سقوط الرئيس صدام حسين وحتى أكون يعني منصف في هذه القضية 99% من اللي ركبوا على السلطة من ذلك الوقت إلى اليوم اجوا على الدبابات الأمريكية وعلى حصان الاحتلال الأمريكي إذا بدون يصنفوا احتلال طيب اثنين يعني هلأ عم نحمل الأمريكيين مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق ووضع الشعب تحت حافة الفقر المؤسف والمؤلم بالوقت اللي كل القيادات ولن أستثني أحدا في هذا الموضوع كل القيادات الدينية والسياسية والمقاومتية كلهم دون استثناء كل المسؤولين والزعماء يتربعون على عروش باهظة من الأموال وبس منزقف للشعب نحن منقول له أصمد وبدك تتحمل لنتخطى المرحلة يا حبيبي ليش مين نهب مال العراق الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية أو المسؤولين السياسيين اللي نهبوا مال الشعب العراقي وتركوه يموتوا من الجوع مين الشعب العراقي يريد إلى مصارحة في هذه الأمور شفت يا أستاذ الكريم لو كان لدى العالم جرأة في أن ينشر قيمة الأموال الموضعة باسم السياسيين العراقيين وغير العراقيين سيئبت أنه الملف عم نحكي عن العراق بس هلأ هذا بينطبع على القل ولكن بما أنه الملف عراقي كل القيادات السياسية والدينية والمقاومتية في العراق تتربى على عروش ضخمة من الثروات المالية نجي من أولي الأمريكيين لشحروا العراقيين لا يا حبيبي هي السلطة الحاكمة والسلطة التي أدارت الشأن السياسي في العراق هي المسؤولة عن هذا الفقر وهذا الانهيار الاقتصادي في العراق ما حدا أخذ لهم ميلهم بالعراق لأخذوا هني أهل السلطة اللي سرقوا هذا المال أخذوا هني أخذوا هني أخذوا لشحوري اشتركوا في القناة